اشتركوا في القناة ويغفرنا ويغفرلكم ويرحم موتانا وموتاكم اللهم امين طبعا اليوم توقعات رح يكون فيها زخم من المعلومات لانه اول شيء عنا خلو مسار احنا الان فيه في موعد بث الحلقة وعنا انتقال القمر رح ينتقل من السرطان للأسد وفي نفس اللحظة فيه زوايا فلكية ما بعد الانتقال يعني فيه اثناء الانتقال فيه زوايا زاوية ذكرناها بالامس رح نعيدها اليوم وفيه زاوية بطيئة بعد الانتقال وزوايا مع القمر طبعا القمر الان موجود فيه منزلة الجبهة وبما انه اليوم واحد تشرين الاول هو اول يوم بهذا الشهر ربنا يجعله شهر خير وبركي على الجميع القمر الان موجود فيه منزلة الجبهة موعد بث الحلقة وهي للصلح والاتفاق بين الشركاء والضغط على العدو رح يمكث القمر فيها لغاية الساعة خمسة وثلاثة عشر دقيقة من عصر يوم الجمعة اللي هو اليوم طبعا بتوقيت الاردن منزيد ثلاث ساعات الساعة ثمانية وربع مساءا بانتقل القمر بصير فيه منزلة الزبرة وهي للربح والحرية والصلاح والاصلاح طبعا القمر الان موجود في برج السرطان وبما انه رح يظل لغاية ساعات الفجر فمعناته من الان لغاية بكرة في نفس الموعد هاد في عنا انتقالين يعني الحركة رح تكون للقمر بين برجين اللي هو السرطان والاسد فعشان هيك التوقعات بتكون مقسومة منتصفة يعني بالمنتصف يعني نصف لتوقعات القمر في السرطان ونصف لتوقعات القمر في الاسد بما انه الان احنا في فترة اللي هي خلو المسار فما زال القمر موجود في برج السرطان وتأثير القمر في برج السرطان حكينا انه بهاي الفترة بتتركز الامور على العواطف فمنشعر في هاي الفترة بقوة العاطفة ومنحاول خلق جو من الامان انه لا احبائنا من ميل لعمل اشياء بتريحنا من ناحية اخرى بتراودنا بعض الذكريات ومنها من يذرف الدموع وهو يقلب صورة ذكرية في البومه يجب ان ننتبه اكثر لطعامنا وشرابنا لانه ممكن نشرب نشعر بحافز كبير لالتهام الطعام علينا تجنب انتقاد الغير نظرا لانه حساسيتهم بتكون فيه اوجهة بوسعنا شراء عقار او زراعة نبته او شجيرة او الانتباه اكثر لاطفالنا وقضاء وقت ممتع في البيت طبعا هذا لغاية ساعات الفجر رح يظل نفس التأثير مع تقريبا ساعات الفجر شوي هيك يعني بحدود ساعة اربعة بتوقيت الاردن بتبلش الاثار تختلف شوي والشعور يختلف لانه القمر بيكون بلش ينتقل الاسد يعني من ساعات الفجر بيبلش ينتقل الاسد فبتختلف التأثيرات علينا بصير نكسب من صفات برج الاسد اللي بتأثر على جميع الابراج في الفترة القادمة طبعا الان احنا في فترة خلو المسار خلو المسار هذا بدأ من الساعة 2.48 دقيقة من بعد الظهر بتوقيت جرينيتش اللي هو اليوم الخميس موعد بث الحلقة اللي هو بتوقيت الاردن الساعة 5.48 دقيقة يعني بمعنى احنا من بث في الحلقة وبتبلش تأثيرات خلو المسار تأثر على الجميع بيستمر طبعا خلو المسار هذا الى بعد منتصف هذه الليلة اللي هي ليلة الخميسة على الجمعة بتوقيت جرينيتش الساعة 12.53 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت الاردن الساعة 53.53 دقيقة فجرا بينتقل القمر وبصير في برج الاسد وبينتهي خلو المسار فبالنسبة لخلو المسار بنحسب من الان موعد بث الحلقة لغاية الساعة 4 بتوقيت الاردن هذه يعني ان الفترة المذكورة لا تصلح للبدء باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار طبعا فيه زاوية هي راح تأثر ذكرناها بالامس زاوية هاي زاوية بطيئة زاوية التربيع سلبية راح تكون فيه فترة خلو المسار وهاي زاوية بين الزهرة وبين المشتري راح تكون فيه تمام الساعة 11.30 مساء من مساء هذه الليلة اللي كليلة الخميس على الجمعة طبعا بتوقيت جرينيتش زي ما حكينا منزيد ثلاث ساعات يعني الساعة 2.30 بعد منتصف الليل بتوقيت الاردن بتكون اوج هاي الزاوية تأثير هاي الزاوية لها تقريبا للخمسة او ستة ايام ورح تستمر معنا تقريبا بحدود السبع ايام او ثمان ايام قادمة بتعزز الشعور لدى البعض بالحاجة لاثبات حضورهم وغالبا بيفشلوا في هذا الشيء لانه ما بيكون عندهم القدرة الكاملة لاثبات حضورهم فبيصير في نوع من انواع الخلل بتخلق لدينا رغبات غريبة وهي بتسبب برضو اضطراب في العلاقات العاطفية والصداقات بتدفعنا للمبالغة في النفقات لتحقيق رغباتنا والافراط في الاكل وهذا الاشي ممكن يسبب نوع من انواع الاضطرابات الصحية زي ما حكينا القمر الساعة اربعة بتوقيت الاردن فجرا بتوقيت جرينتش الساعة 12 و 53 دقيقة بعد منتصف الليل القمر بيصير استقر في برج الاسد فبنكسب من صفات برج الاسد فبيكون الناس من حولنا في هاي الفترة اكثر كرما مما اعتدنا من الناحية المادية والعاطفية وبيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطفة مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا اقتراض المال والاستثمار واقتناء حلية ثمينة والتحلي بالشجاعة ارتداء ملابس انيقة بتلفت انتباه الاخرين لا الا بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اول زاوية راح تتشكل هي من بعد منتصف الليل من اول الانتقال ببلش تأثيرها وهي اوجه ساعة ثنتين وتسع دقائق بعد الظهر بتوقيت جرينيتش يعني الساعة خمسة وتسع دقائق بعد العصر هي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين زحل من واجه مصاعب وعراقيل ابتطلب مننا ان نبدو الجهد لنتغلب عليها بانفسنا وان لا نعتمد على الحضوذ بيفتقر البعض الشجاعة اللازمة الى مواجهة مشاكلهم فبيلجأوا للهروب الى الماضي بدل من مواجهة الحاضر اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية بطيئة برضو الها تأثير تقريبا بحدود الاسبوع او العشر ايام ولكن كان القمر عطارد بمسيره الامامي وبلش يتراجع فهاي الزاوية ظلت متشكلة هي زاوية تربيع سلبية بين عطارد وبين بلوتو وهاي رح تكون في تمام الساعة ثنتين وست وعشرين دقيقة بعد الظهر يعني الساعة خمسة ونص بتوقيت الاردن بتصير اوج هاي الزاوية بتدفعنا للكآبة الهم الشعور بالذنب بتزيد من عنادتنا بتسبب نزاعات شديدة مع محيطنا يعني فيه نوع من انواع ردات الفعل العصبية بشكل مبالغ فيه اللي عندهم مشاكل لها علاقة بالقلب هدولا بدهم يديروا بالهم بالفترة هاي لانه بتأثر على ازمات قلبية اسبابها عصبية او اسبابها ردات فعل سلبية ضغط عصبي عالي وطبعا الها برضو تأثيرات بالحوادث اللي لها علاقة بحوادث السير او الحوادث المفاجئة وبما انه زاوية تربيع وبلوتو يعني تقريبا الحوادث بتكون بشكل صادم وملفت للنظر وبرضو فيه اشياء الها علاقة بالنيران والاحداث اللي الها علاقة بالزلازل برضو بتكون واضحة في هاي الفترة يعني النيران والحرائق والزلازل اشياء هاي طبعا بالنسبة للوضع الدولي بتدل على انتقاد الصحافة للسلطات الدولية بسبب تخاذلها في مكافحة الجريمة او ازدياد حوادث العنف والعدوان بالفترة هاي بيكون فيه يعني فيديوهات او بتتسرب بعض المعلومات عن ممارسة العنف الاسري العائلي العنف بين الناس المشاكل المشاجرات الاشياء هاي ممكن يتم الكشف عن معلومات مخابرتية او مؤامرات سياسية كانت تحاكي في الخفاء بالفترة الماضية الان تكشف للعلن بطريقة اما صحفية او طريقة صادمة زي ما حكينا برضو هاي بتأثر على امور الزلازل والحرائق وبرضو حوادث الطرق اللي بتيجي بشكل مفاجئ بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تسديس ايجابية راح تكون بين القمر وبين الشمس وهاي راح تكون في تمام الساعة خمسة وثلاثة وثلاثين دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيتش يعني الساعة ثمانية ونص بتوقيت الوردن منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنتلقى المساندة والدعم من الاصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح اكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تسديس ايجابية راح تكون بين القمر وبين المريخ وهاي راح تكون في تمام الساعة التسعة وخمسة واربعين دقيقة مساء بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبنندفع للاهتمام بصحتنا اكثر طبعا بما انه حكينا الساعة التسعة وخمسة واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يعني بتوقيت الوردن الساعة اتناعش وخمسة واربعين دقيقة بعد منتصف الليل عشان هيكي ما ركزتش كثير عليها لانها بتيجي في ساعات منتصف الليل وهي زاوية ايجابية يعني اللي راح يستفيدوا منها اكثر هم اللي مقيمين في بلاد اللي بيكون عندهم نهار فيها اللي هي اوروبا امريكا شغلات زي هيكي هاي اللي بتكون عندهم ساعات نهار هي اللي بيستفيدوا من هاي زاوية من ناحية المكاسب المالية بالنسبة لخلو المسار طبعا القمر بما انه في برج الاسد خلو المسار القادم راح يكون يوم السبت اثنين عشرة بيبدأ في تمام ساعة 11 و42 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى اليوم التالي اللي هو يوم الاحد ثلاث عشرة حتى تمام الساعة ثمانية وسبعة وثلاثين دقيقة صباحا لينتقل القمر لبرج العذرة طبعا هذا التوقيت بتوقيت جرينيتش بما انه بدنا نحكي بتوقيت الاردن معناته الخلو المسار بتوقيت الاردن بيبدأ الساعة ثنتين واثنين واربعين دقيقة فجرا من فجر يوم الاحد وبيستمر حتى الساعة يعني نقدر نحكي 11 و37 دقيقة قبل الظهر هاي فترة خلو المسار بتوقيت الاردن توقيت منطقة الشرق الاوسط تحديدا اللي هي فارق ثلاث ساعات عن توقيت جرينيتش اما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال 25 يوم في تمام الساعة 11 مساء بصير 26 يوم نسبة الاضاءة بتصير 25% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم 23 عشرة مزاجها سعيد بنسبة 15% القمر في السرطان بدين تقل الاسد زي ما حكينا ورح يمكث في الاسد لغاية يوم 13 منتحس بنسبة 25% عطارد في الميزان بيتراجع ورح ينهي تراجعه يوم 18 عشرة منتحس بنسبة 10% الزهرة في العقرب حتى يوم 17 بعدين بتنتقل للقاوس منتحسه بنسبة 15% المريخ في الميزان حتى يوم 30 عشرة وبعدين بنتقل للعقرب مزاجه سعيد بنسبة 45% المشتري في الدلوب يتراجع حتى يوم 18 عشرة بعدين برجع للحركة الامامية يوم 18 عشرة منتحس بنسبة 10% زحل في الدلوب يتراجع حتى يوم 11 عشرة بعدين برجع للحركة الامامية يوم 11 عشرة منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثورب يتراجع حتى يوم 18 واحد منتحس بنسبة 10% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم واحد اتناعش بعدين بنهي عملية التراجع برجع للحركة الامامية منتحس بنسبة عشرة في المية بلوتوف الجد بيتراجع حتى يوم ستي عشرة يعني مش ضائل لو اكم يوم بعدين بنهي عملية التراجع هاي اللي هو زي ما حكينا يوم ستة عشرة منتحس بنسبة عشرة في المية أوصلنا للتوقعات اليومية طبعا من الآن لغاية ساعات الفجر القمر موجود في البيت الرابع فعشان هيك مثل تأثيرات الأيام الماضية بظل التأثير إلو علاقة بأمور إلها صلة بالبيت إلها صلة بالعائلة أهم شيء ما تحاولوا فرض وجهة نظركم على أحد أفراد العائلة في هذا اليوم بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم حاول أنك تخصص فترة لا بأس فيها من وقتك للاهتمام بمتطلبات العائلة طبعا في ساعات الصباح القمر رح ينتقل ويصير في البيت الخامس ليلة فعشان هيك الأجواء بتتغير فتبحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباءكم وبتعيشوا لحظات سعيدة وناجحة وفيها انفراجات وتطمينات ورومانسيات ولكن بدكوا تنتبهوا من ردات فعلك السلبية لأنه زي ما حكينا مجموعة الكواكب هاي كلها تقريبا عطارد والمريخ والشمس وموجودات كلها مقابلك تماما في برج الميزان وهذا بيت الشراكي بالنسبة لأي لك وعطارد اليوم بشكل زاوية تربيع طبعا ضاغط على مستوى الشراكي بسوي فيه سوء تفاهم وخلافات ونقاشات حدي وبرضو عطارد بيت راجع فعشان هيك بدك تنتبه من ردات الفعل السلبية أو النقاشات والحدية بالفترة هاي برج الثور القمر رح يظل لغاية ساعات الفجر في بيتك الثالث فبظل النشاط في أمور السفر التنقلات الاتصالات أهم شيء أنك تكونوا أكثر صبرا على الطرقات وهذا يوم مناسب أو من الآن لغاية ساعات الفجر بظل الجو مناسب لاجتياز امتحان بتتمتعوا بطاقة فكرية وجسدية كبيرين ولكن الأهم أنه بتكن تنتبهوا أثناء تنقلاتكم على الطرقات زي ما حكينا وفي نفس اللحظة ممكن يصير بعض الأعطال اللي علها علاقة بالإلكترونيات بالسيارات بالأجهزة المنزلية أو حتى بالتليفونات فبتكون تهتموا كمان حاول أنه يعني لما يكون عندك لقاء أو اجتماع وخصوصا في هذه الساعات لغاية ساعات الفجر تكون واضح تماما بطرحك وحاول أنك ما تعصب في ساعات الصباح طبعا القمر رح يكون استقر تلقائيا في بيتك الرابع لهو في برج الأسد فبتعيدوا تنظيم أموركم البيتية والعائلية ممكن يطرق عطل منزلي أو حدث عائلي أو أشغال منزلية تكون بدها نوع من أنواع التركيز ولا تنسى بدك تدير بالك على عملك ودير بالك لازم تركز بشكل جيد أثناء تأدية واجباتك تنقلاتك وفي نفس اللحظة بدك تهتم لجهازك العصبي من ردات فعلك السلبية لأنه زاوية عطارت زي ما حكينا مع بلوتو بتأثر على الصحة بشكل كبير عشان هيك بدك تنتبه على صحتك وما في داعي للإنفعالات برج الجوزة طبعا القمر الآن موجود في بيت المال ورح يظل فيه لغاية ساعات الصباح فعشان هيك اليوم بيحمل معاه من الآن لغاية ساعات الصباح فرصة لمكسب مالي تيجي على الأغلب من عمل إضافي منكم ممكن يسترد مال بيعود له أو يحصل على هدية أهم شيء إن كنت تخففه من النفقات ممكن تميل اليوم للتفاوض والمساومة وتنشط في أمور العلاقة بالاتصالات أهم شيء إنك ما تصدر قرارات لأنه قراراتك بالأغلب رح تكون خاطئة لأنه فترة خلوم مسار وثاني شيء الزوايا اللي بتتشكل في بيت الحظ عندك تقريبا كلها ضدك فعشان هيك بدك تنتبه من هذا الأمر في ساعات الصباح طبعا بتنشط في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات والتنقلات ولكن بتكون أكثر وعي على الطرقات ما في داعي للإنفعال لأنه كوكبك هو عطارد وبما أنه بتراجع معناته بأثر عليك بشكل سلبي واليوم بشكل زاوية برضو مع بلوتو اللي له علاقة بالمفاجآت الحادة عشان هيك بدك تنتبه على صحتك بشكل جيد تنتبه ما في داعي للمغامرات والمجازفات ما تصدر قرارات حاسمة هذا اليوم لأنه على الأغلب القرارات ما رح تكون لصالحك يعني الأجواء إجمالا يعني على المستوى العاطفي علاقتك بالأحبة علاقتك بالناس بأبناءك حتى على نظام الحضوض ما تعتمد عليها نهائيا برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان القمر موجود عندهم الآن وهو بعطيهم طاقة عالية جدا ولكن زي ما حكينا هي فترة لها علاقة بخلو المسار اللي رح يبدأ مع بث الحلقة فعشان هيك شوي بشعروا أن حساسيتهم بتصير زيادة شوي وردات فعلهم شوي ممكن هيك يشعروا باكتئاب بخيبة أمل نوع من أنواع الظلم القهر الناس مش فاهميتهم مش عارفين يعبروا عن وجهة نظرهم بشكل كامل يعني هذا الجو ممكن تعانوا منه للأسف يعني من الآن لغاية ساعة الصباح فعشان هيك بتكوا تنتبهوا ما تترددوا في فرض وجهة نظركم اليوم ولكن بدون فرض سلطة يعني بمعنى آخر أنه تكلموا ناقش ولكن يكون واضح ممكن تحقق انتصار بموضوع معين وتكون ملفت للنظر أو أنظار الجميع أنه حج معك ولكن ما تتخذ قرارات حاسمة في فترة خلو المسار في ساعات الصباح طبعا القمر رح ينتقل ويصير في بيت قوي اللي هو بيتك الثاني فعشان هيك بتنهمكوا في أمور العلاقة بضبط الميزانية ترتيب أمور مالية أهم شي انك تبتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وتحرصوا على مالكم من السرقة والضياع الأهم برضو الأمور العائلية والبيتية اللي شوي عطارت بيعمل لبكي عندك وهو اللي بيجيب بعض المشاحنات وسوء التفاهم ما بينك وبين أفراد العائلة أو بعض العطال المنزلية فهاي النقطة بدك تنتبه لها بشكل جيد برج الأسد بيسيطر عليكم التعب من الآن لغاية ساعات الصباح لأن القمر ما زال بنتقل لسه ما وصل عندكم وفي نفس اللحظة فترة خلوه ومسار فعشان هيك بتشعر أنه الأمور لسه مش معطيتك الطاقة الكاملة حاولوا أنك تنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل واخلدوا للراحة ممكن تكون مرهق قليل الحماسة بنتظر هيك جواب ولكن بتلاقي أنه الأمور مش ماشية معاك مثل ما بدك فعشان هيك بقول لك ما تنتظر رد على أي أمر من الآن لغاية ساعات الفجر لأنه هذه فترة فارغة من الدعم ظروف فارغة من الحظوظ برضو لغاية ساعات الصباح بعدين من ساعات الصباح يعني القمر بصير موجود عندك فعشان هيك بتجد من ساعات الفجر بلشت تتغير الأجواء بتمتلقوا بالنشاط والحيوية بتقلب بعض الخيارات والتوجهات لأمور بتناسب وضعك الحالي بتتمتع بالقدرة على قلب المعطيات بشكل كامل فعشان هيك الأجواء بتصير مميزة من ساعات الفجر تقريبا بتبلش تتغير وتعطيك طاقة عالية جدا وبتصير كلمتك يعني تقريبا مسموعة ولكن مسموعة بدك تحذر من عطارد اللي بشكل زاوي مع بلوتو اللي بيخلي كلمتك حادة زي السيف وممكن تكون لاذع وجارح في نفس اللحظة فانتبه من ردات فعلك السلبية انتبه أثناء تنقلاتك برضو اليوم ما تجازف ما تغامر وخلي حواراتك واضحة وهادئة ما في داعي للعصبية اذا كان عندك امتحان او مقابلة بدك تركز بشكل جيد برضو وما تعتمد على الحظ برج العذراء طبعا الأجواء اليوم رح تتغير بشكل كبير لأنه بلشتوا تشعروا بالطاقة إنها بلشت تضعف صحيح إنه في نشاط اجتماعي وبتلتقوا لأصدقاء في أشخاص بشاركوا بحفلات أو مناسبات أو لقاءات أهم إشي إنكوا تتجنبوا انتقاد أحدهم بيحمل لك هذا اليوم فرصة مناسبة لحجد التأييد والدعم هاي الفترة مناسبة لطلب استشارة أو تأييد أحدهم الأجواء زي ما حكينا من الآن لغاية ساعات الصباح هي لها علاقة ببعض التقلبات بالمزاج بشكل كبير لأنه زي ما حكينا القمر بنتقل وفترة خلوم مسار في ساعات الفجر الأجواء بتتغير فرح تدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم أهم شيء أنه اليوم ما توقع على عقد وما تحسم أمر لأنها فترة سلبية وفارغة من الطاقة والحظ وبرضو في نفس اللحظة كوكبك اللي هو عطارد اللي موجود في بيت المال بشكل زاوية تربيع مع بلوتو فهذا بيجيب لك مصريف أو بيجيب لك مفاجآت مالية ضاغطة أو أزمات مالية أو يعني قسارات فعشان هيك يبدك تنتبه من هاي النقطة ما تغامر بأي شيء إلو علاقة بالمال أو بالربح والخسارة خلي الأمور ماشي بشكلها الروتيني عطارد بيغرر كثير في هاي الفترة فما تكون فريسة هذا الأمر لا تكفل حد لا تضمن حد وفي نفس اللحظة لا تقرض حد مال ودير بالك على أموالك من السرقة والضياع ابعد عن المصاريف لأنها يعني فترة سلبية أنا مش بتكلم عشان أحبطك ولكن الوضع لازم أنقلك يا بكل أماني برج الميزان بما أن القمر الآن موجود في بيت السمعة ما زال موجود في بيت السمعة فبدك تنتبه إنه شوي ممكن تتصرف بعض التصرفات خلال من الآن لغاية ساعة الفجر شوي تكون يعني كأنه شيء بغريك إنك تفعل شيء مخالف للقوانين أو مخالف للأعراف أو مخالف للتقاليد فهذا الشيء بدك تدير بالك تماما منه لأنه هذا بيت السمعة عطارد بأثر عندك موجود بشكل زوايا برضو في برجك في بيت الشخصية فبدك تنتبه ما تكون فريس التشويه سمعتك بهاي الفترة بإيدك برضو اللي عنده عمل أو علاقة بالمسؤولين بده يكون مرن جدا ما يتغيب عن عمله ما يهمل بعمله بوسعكم إثبات جدارتكم والدفع بمصالحكم إذا ركزته بشكل جيد هاي فترة مناسبة لإتمام عملكم ولكن ما تبدأ بعمل جديد في فترة خلو المسار ممكن يكون في بعض القلق اللي له علاقة بالمنزل أو بأحد أفراد العائلة بدك تنتبه بشكل كبير وما تهمل الأمور البيتية والعائلية نهائيا في ساعات الصباح القمر رح يصير في بيت الأصدقاء فعشان رح تنشطوا بين الأصدقاء ومنكم ممكن يشارك في حفل أو مناسبة أو يتوجه له دعوة لحضور حفلة مثلا الأجواء بتصير داعم لإلك وبتصير قوية ولكن بدك تنتبه من عطارد اللي شوي بيعملك زي نوع من أنواع الاكتئاب بيعملك ردات فعل سلبية بيحبطك فعشان هيك بدك تكون حذر من هاي النقطة ما تعطي اهتمام كامل لتأثيرات عطارد خصوصا على المزاج والنفسية والعصبية حاول أنك أنت تطلع من الجو بالاختلاط بالمجتمع أو ترفع عن نفسك بأشخاص أنت بتثق فيهم برج العقرب طبعا القمر ما زال في البيت التاسع فعشان هيك بيظل النشاط عالي جدا في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات البعيدة أهم شيء أنك تكونوا أكثر صبرا أثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة وهذا بسبب خلو المسار ممكن تفرح لانفراج مسألة ضاغطة هاي فترة فيها أشياء جيدة ومنعشة للعلاقات والتحالفات ولكن بدك تدير بالك من المتاعب والوعكات الصحية وخصوصا أنه شوي يعني بيت متاعبك وعطارد وزوايا مع بلوتو فبدك تنتبه على الأمور الصحية زي ما ذكرنا أثناء ما حكينا عن الزاوية زاوية التربيع في ساعات الصباح بتحافظوا على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية هذا يوم مناسب لللي بيبحثوا عن عمل أهم شيء أنك تتجنب الخلافات وسعى لتلطيف الأجواء قدر الإمكان ما تنسى أنه هذا بيت السمعة والعطارد موجود في بيت متاعبك بيت المؤسسات الكبيرة فعشان هيك ما تجازف ما تغامر ما تخوض أي مغامرة فيها تشويه السمعة أو مخالفة قوانين أو حتى مواجهة ما بينك وبين رؤسائك أو زملائك بالعمل فعشان هيك بدأك تحافظ اليوم على سمعتك تنجز أعمالك ما تتغيب عن عملك نهائيا عشان تكون الأمور داعملة إليك بشكل جيد وفي نفس اللحظة تكون كسبان مش خسران برج القوس بتنهمكو في ضبط شؤونكم المالية المشتركة ورغم النفقات تم فرصة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض القمر مازال موجود في البيت الثامن أهم إشي أنه تسارعوا لتصحيح الأقطاء استعاد الثقة الآخرين لا تسمح للخلافات بالتأزم أو لا سيما مع الأحباء ناقش وفاوض وما تتهرب من مواجهة الأمر الواقع طبعا هذا الأمر لغاية ساعة الصباح لا توقع على عقد ولا توقع على أوراق دون مراجعتها أي فترة خلوم مسار لازم تدقق فيها في شكل جيد في ساعات الفجر القمر رح ينتقل لبرج حليف لا إلك له بيتك التاسع فعشان هيك بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر بالاتصالات البعيدة بالامتحانات الجامعية أهم شي إنكوا تكونوا اليوم أكثر وعي على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن يعني بتكوا تركزوا بشكل جيد تحاولوا قدر الإمكان ما تنفعلوا ما تندفعوا بشكل كبير وفي نفس اللحظة لا تنسوا أنه عطارد بشكل زاويتين أو زاوية هي زاوية تربيع الزاوية هاي بتجي ما بين بيت الأصدقاء عندك وبيت المال عندك يعني بلوتو موجود في الجدي بيت المال فعشان هيك بدك تنتبه من النقطتين لا تفرض سلطتك على أصدقائك ولا تدخل بخلافات معهم وممكن اليوم تكتشف شيء شوي يعني يحيرك أو يخليك تنصدم من الواقع وفي نفس اللحظة بيت المال دير بالك من على أموالك أو من مصاريفك وحاول إنك ما تكفى الحد وما تغامر بأمورك المالية مهما كانت الظروف يعني بدك تكون حذر بالفترة هاي وخصوصا عطارة إنه بتراجع وثاني إشي إنه شكل زاوية تربيع فهذا أمر شوي بيخوف على الأصدقاء والمناسبات الاجتماعية وعلى الأمور المالية برج الجديد بينصب اهتمامكم الآن حول موضوع الشراكة يعني بتركزه على أمور الشراكة لأنه ما زال القمر مقابلك تماما صحيح طاقتك ضعيفة وبتحس بنوع من أنواع الإحباط في بعض الأوقات أو الاكتئاب أو مزاجك مش بالكفاءة الكاملة ولكن بتقدروا تستغلوا النقطة هاي بالبحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركاء العمل وشركاء العاطفة رغم أنها هاي فترة متوترة وبنصحك أنك ما تتورط في أي أزمة كانت لها علاقة بالعصبية أو النقاش أو الحوار إيش ما كانت ابعد عنها تماما لأنه بلوتو موجود عندك وبتراجع وعامل زاوية تربيع مع عطارد يعني الميكس هاد شوي صعب فبدك تنتبه بيت السمعة وبيت الشخصية فما تغامر نهائيا وما تخاطر نهائيا وما تدخل بمواجهات ولا تحديات والفترة هاي لغاية ساعات الصباح يعني شوي بتتخف الضغوط ولكن التحذيرات نفسها رح تضل اللي هي عطارد وبلوتو فممكن تعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة خلال هذا اليوم وتنجزوا الواجبات بدقة حتى ولو كثرت حاولوا تنفيذها دون تردد وما تلتهوا بالأمور الثانوية وبما إنه بدو ينتقل القمر ويصير في بيت المال أو البيت الأموال المشتركة فهنا من قلك دير بالك من توقيع على أوراق أو على عقود أو إنك تداين أشخاص أو تكفى الأشخاص بالفترة هاي بدك تنتبه على كل المعاملات المالية بشكل دقيق وحذر جدا وخصوصا زي ما حكينا إنه بلوتو موجود عندك وبشكل زاوية تربيع مع بيت السمعة فعشان هيك بدك تكون حذر من هاي النقطة برج الدلو طبعا القمر في البيت السادس فعشان هيك منقول إنه بيتراكم العمل عندكم في هاي الفترة وفترة دخلوا مسار يعني حاولوا إنجاز اللي بتقدروا عليه من الأعمال وحاولوا إنكم ما تهملوا صحتكم نهائيا حاولوا إنكم ما تدخلوا في مواجهة مع زميل بتكثر عندكم اليوم اللقاءات والاجتماعات من الآن لغاية الصباح وخصوصا الناس اللي عندهم النهار ممكن تحضروا لورشة عمل أو تهتموا بوضع صحي الفترة هاي فيها يعني بعتبرها أنا اللي بتكثر فيها المسئوليات والالتزامات على أنواعها في ساعات الصباح طبعا القمر بصير موجود في بيتك السابع وبيت الشراك المالية والعاطفية يعني مقابلك تماما فعشانك بتكونوا حاذرين بترغبوا في تعزيز شراكاتكم بتكونوا أكثر تفاهما لوجهة نظر شركائكم بالمال والعاطفة ولكن بتكونوا حاذروا من الخلافات وحاولوا إنكم ما تضخموا الأمور يعني بدك تكون مرن وبدك تكون لين بدون أي نزاعات انتبه على صحتك قدر الإمكان في نفس اللحظة بدك تنتبه من الأمور اللي اليوم تستجد من عطارد اللي موجود في بيتك التاسع وفي نفس اللحظة بشكل زاوية تربيع مع بيت متاعبك هاي النقطة بتقول لك إنه ممكن تسمع خبر من بعيد يعني يأثر عليك أو تتعم من أجانب يأثر عليك أو أمور إلها علاقة بالامتحانات تتفاجأ في الامتحان وتكون أنت مش جاهز فعشان هيك ما تعتمد على الحظ نهائيا إذا بدك تسافر تفقد أوراقك طيارتك كل شيء وإذا الأمر بتعلق في بيت المتاعب لا تدخل على أماكن مجهولة وما تغامر مع أي شخص أنت ما بتعرفه لأنه هذا بيت شوي بيتعب برج الحوت طبعا ما زالت الأجواء داعملة إلك بشكل قوي لأنه القمر موجود في البيت الخامس فبتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم أهم شيء أنك تحاولوا أنك تتفهموا وجهة نظرهم حاولوا أنك ما تبلغوا في طلباتكم منهم طبعا من الآن لغاية ساعات الصباح ممكن تحتفل بإنجاز أو انتصار تنمو بعض العلاقات وتزدهر بهاي الفترة هاي فترة مثمرة وكثيرة الانشغلات والتحركات لكنها فترة يعني بتحوي في طياتها نوع من أنواع الحظ حاول أنك أنت تستغلها بشكل جيد طبعا في ساعات الصباح الأجواء رح تتغير لأنه القمر رح ينتقل ويصير في البيت السادس عندك فعشان هيك مجرد ما انتقل وصار في البيت السادس هنا بدك تنتبه لا أول إشي بدك تنتبه لصحتك أكثر ممكن يتراكم فيها العمل أكثر من المعتاد وممكن تجد صعوبة في إنجاز الكثير من الأعمال أهم شيء أنك اليوم ما تدخل بنقاش أو حوار ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل أو الأشخاص اللي بيعملوا معك أو اللي تحت مسؤوليتك في العمل بدك تنتبه والصحة هدول نقطين الآن منروح للبيت الثامن لا إلك لأنه عطارد اليوم بده يشكل زاوية التربيع وهي الزاوية صعبة جدا وخصوصا أنه يعني جاي مع برج هو حريف لا إلك اللي هو بيت الأصدقاء فعشان هيك ممكن يستعطفك صديق أو يميل عليك صديق هيك يطلب منك مساعدة مثلا أو تدعمه ماديا أو مثلا أنت تشفق على وضعه فتحب تساعده فدير بالك هذه النقطة العاطفية اللي رح تستخدمها رح تتسجل ضدك وما رح تكون مناسبة لإلك أول إشي الأموال المشتركة هاي هي ضاغطة بشكل كبير وخصوصا أنه هذا بيت الأموال المشتركة فمن البداية اللي أيام بقولك دير بالك ما تكفل حد ما تضمن حد ما تدين حد فلوس وبما أنه مع الأصدقاء فدير بالك من خلاف أو خسارة صديق بالفترة هاي بسبب وضع مالي أو بسبب خلاف على أمور مالية أو اتهامك بشيء يعني ممكن أنه ما يكون منيح فعشان هيك يبدأك تنتبه وتكون حذر وتعرف تتصرف طبعا يبل ما ننهي بنشكر كل اللي ساهموا بالأيام الماضية يعني بما أني أنا في آخر الحلقة بحط الشكر فكثير من الأشخاص بدخل بسمع أول الحلقة وبسحب هيك وبحضر برجه فلا شفنا دعم إلا من قلة قليلة لهم المعتادين اللي بحضروا الحلقة بالكامل وكل الشكر والثقة والتقدير لكم على هاي الجهود شكرا للأشخاص اللي انتسبوا اللي أسمعهم موجودة ما فيش غيرهم هم الأربعة هدول وبس وما بنصح حد ينتسب لأنه يعني على حسب اللي أنا شفته أنه يعني 30% رايحة لليوتيوب والباقي بيوصلني فالمبلغ مش مجدي أنه يتغلب الواحد كثير إلا إذا مش سائل فعشانيك بس أنه حبينا نشكرهم يعني مش معنى أنه مش مجدي هو مجدي بالنسبي لألي يعني إيش ما كان المبلغ فهو ممتاز ولكن لا هو بروح بالهوى يعني بمعنى آخر هم المستفيدين أكثر من أنا ما أستفيد في الموضوع يعني هو بحط لك انتباهت أنا وأشخاص غالولي أنه هم حاطينه أنه سبعة دنانير ونص أردني بعدين آخر إيش بيوصلني أنا بيحولوا هم الإكسجينج والتحويل وبعدين بخصموا بطلع لي أنا آخر إيش بيوصلني سبعة دولار فهم لغوا الإكسجينج ونسبة ثلاثين في المية هم اللي أخذوها فعشان هيك هي فعلا يعني ما بيعملوا شيء لوجه الله لابد الله أنهم بدهم يستفيدوا بشكل كبير من الموضوع شكرا لكم ما رح أقول لكم اللي يشير وليك ولايك ومش عارف إيش وهدولا وكومنت اللي بتكوية أعملوه شكرا لكم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء